استطلاع خاص لسي أم بي سي عربية يرجح أن يقوم المركز المصري بالإبقاء على معدلات الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل إذن هذا الاستطلاع نذكر أنه شمل محللين وطبعا خبراء اقتصاد في البنوك وشركات الاستثمار ونلاحظ أن مئة في المئة ممن شملهم الاستطلاع هم يرجحون أن يبقي المركز المصري على معدلات الفائدة وذلك يعني طبعا نذكر بهذا الإطار أن المركز المصري سبق وثبت الفائدة في شهر مايو بنطاق 27.25% و28.25% للإداع والإقراض واليوم يعني أيضا نلاحظ مع توقعات بطباطئ معدلات التضخم من المتوقع أن يبقي المركز المصري على معدلات الفائدة إذا نظرنا اليوم إلى السياسة النقدية نلاحظ أيضا أنه مئة في المئة ممن شملهم هذا الاستطلاع هم يرجحون تشديد السياسة النقدية تحديدا في النصف الثاني من العام 2024 في مصر وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية يعني على رغم من تباطئ التضخم في يونيو والذي سجل تقريبا 27.5% ولكن اليوم ما زال هناك ضغوط في ارتفاع الأسعار نتحدث تحديدا عن ارتفاع أسعار الطاقة والأدوية وبالتالي اليوم التوقعات تشير أنه سيتم الإبقاء على تشديد السياسة النقدية بالنصف الثاني وذلك طبعا بحسب ممن شملهم الاستطلاع وأخيرا بالنسبة لتوقيت بدء يعني خفض معدلات الفائدة نلاحظ عشرين في المئة ممن شملهم هذا الاستطلاع يرجحون أنه خفض الفائدة في مصر سيكون بالربع الرابع من العام 2024 فيما ثمانين في المئة توقعوا أنه التخفيض سيكون في الربع الأول من العام 2025 وطبعا يأتي ذلك اليوم تزامنا مع ما ستقرره البنوك المركزية العالمية وتحديدا سياسة الفيدرالي الأمريكي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة